السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة جريت فايف منهك اليكس ايزوي بالنسبة لدفوغ حسة النهاردة هنبدأ نحفظ يا ولاد الجزء الخاص بالالوان طيب وانت بتحفظ احفظ المذكر واحفظ المؤنس بتاعه بالسبلنج لان انا حسأل مرة مذكر مرة مؤنس تفقنا طيب اول حاجة عندي هنا ازرق نفس النقطة هنطق على طول بقى من غير ما اقول العربي الالوان بقى اللي مذكرها زي مؤنسها اهو وحنبدأ نحفظ معا جزء الملابس اول حاجة عندي هنا فستان اهم حاجة خليلي بالك من المسكولا والفميناء من المذكر والمؤنس يبقى فستان بالعربي مذكر لكن بالفرنسي مؤنس انغوب طيب الجوب او الجيبة انجوب انجوب اللي هي الجيبة وباعة انشابو انشابو مذكر اه الشراب او السوكس او الجورة دي شو ست دي شو ست شورت انشورت انشورت طيب الحذاء دي شو سيغ دي شو سيغ يبقى الجزء ده بالاضافة الجزء الايه الالوان بالنسبة باع الجزء الدفاغ اللي هنحلو نبعاته على جروب التليجرام عندي هنا في باجة سانقانت اه لو الصفحة مختلفة عندك هتحلها في كتاب خارجية في قصدي فيه ورقة خارجية هنا هشوف الكلمة اللي بتكلم عنها هي مذكر المؤنس اللي هشطبه ده مش عندنا اللي هشطبه ده ما تحلوش لغات مشرحولك الباقي كله بشوف الأختيك للأداء مسكولا أو في ميناء واختار اللون المناسب لها يلا اتمنى لكم التوفيق جميعا وقول لكم اخسبوكو يأغذوها ترجمة نانسي قنقر